خلينا نعود نفكر على أكتر من زاوية إزاي تلاتين ستة أنقذت مصر من براثن الإخوان والجماعات المتطرفة يعني على سبيل المثال أنا أتذكر كويس جداً أنه هم عملوا مجموعة من الكتائب اللي كانت بتلف في بعض المحافظات وكان من أشهرها محافظة سماعيلية لما قطعوا ادن الولد اللي كان ماشي مع خطبته في الشارع على سبيل المثال وكانوا بدأوا بالفعل بتشكيل النوع ده من الكتائب وأفتكر كمان حتى برضو سيء الزكر محمد البلتاجي سيء الزكر جداً سيء الزكر محمد البلتاجي لما طلع يهدد وهو متصور لما كان وقتها مسيطرين على مدان الشهيد المستشار لشان ببركات عند جامعة ربع العدوية وقال إنه لو عاوزين اللي في سينا يتوقف علينا بإعادة مرسي للحكم أو على الجيش بإعادة مرسي للحكم مرة تانية فأدن نفسه لأنه غبي يعني بس دي قصة لكن تعالي أنا عود نفكر كان هيبقى إيه شكل الشارع في مصر؟ إيه شكل التلفزيون والصحافة في مصر؟ إيه شكل الثقافة مع علاء عب عزيز اللي كان بزر الثقافة بتاع الإخوان؟ إيه شكل التموين اللي كانوا بيسرقوا فيه الدقيق ويدوه لتجار الإخوان يتجروا به في السوق السودا وموسق ومثبت برضو وهكذا نبدأ بالشكل الأول اللي احنا كنا متكلمين في الميليشياوي أولا أنت شفت المؤتمر اللي كان في الأستاذ آه طبعا دعوة أولا ما قبل اللي هو احتفال 6 أكتوبر وحضور طبعا طارق الزمر وغيره آه قتلة السادات في الزكرة 6 أكتوبر والحادث الاتحادية المهم جدا من حادث المزرعة 4 ديسمبر متبحة الاتحادية الأولى الشهيرة بجيبنا نسكو والعلان الدستوري فانت شايف البلد رحل منطقة معينة وبعد كده أحداث سيدي جابر وأحداث وإلقاء الأطفال من فوق أسطح البنايات وأحداث القائد إبراهيم فخلاص إحنا رب وفيكتور عمانوي الحالة الميليشياوية دي انت بتشكل هنا جماعات أطلقت جماعات من السجون وأطلقت جماعات متنوعة بأشكال مختلفة سنفية جهادية حزمون بعد كتلاقي أولاد حزم أبو إسماعيل إيه حزمون أولاد أبو إسماعيل وحركة طلاب الشريعة وحركة مش عارف صوار من أجلهم وحركة التطبيق الشريعة المش عارف لمين حركات متنوعة ومختلفة الحالة دي خلاص بتشكل في طور التشكل بحيث أنت هتلاقي جماعات مختلفة وكل جماعة فيما بعد خلي بالك وما كانوا في مرحلة واحدة في بوتاقة واحدة وعلى مركب واحد لكن فيما بعد هيتنفسوا مع بعض وهتبدأ مذابح مش مذابح ومعارك مع الدولة ولا مع الشعب ولا مع الجيش مع نفسهم هما كمان يعني تكونت هتشهد معارك في الشوارع معارك من النوع غريب جدا دي اللي شاهدتها دول كتيرا الصومال وشاهد أفغانستان هتشوفه في سوريا في سوريا يمكن 120 فصيل تخيل 120 فصيل يعني اه احنا دينا متابعين للحالة دي استحال ان انا قدر احصي ما يجري كل يوم من هذه الفصائل صعب جدا عاوزة كتيبة تقعب بس الفصائل سوريا بس الحالة دي كانت تحصل في مصر دي اول مشهد واول سيناريو حرس السوري والحالة الميليشيوية دي من الجامعات دي واحد على ناحية الاقتصادية انت جمعية تبدأ لحسن مالك اه خلاص هي بتسيطر بدأت تسيطر على شركات وجابوا عمل واجتماعات جمعية رجال أعمال خاصة بيهم ونبدأ نستقطب رجال العمل ده بدأوا من الفين واخر الفين وحداشر كمان واشتغل خلاص يبا انت الحالة الاقتصادية انت شايف حالة احتكارية لشركات معينة وشكل معين والاقتصاد هنا مفيش حتى رؤية يعني انت بتكلم على يقولك مشروع نهضة لا مفيش نهضة مفيش هو اعترفه بعد كده قالك مفيش عندنا هو اهم مشروع عندهم من ما يعملهم حلات بقالة يعني ده كان اكبر تصوراتهم الاقتصادية وخيارة الشاطر كان شاطر في خصة البقالة البقالة والنقابات وفلوسه كلها هو حسن مالك من معارض الموبيليا استغلوا حالة وسلع المعمرة والكلام ده كلها وبعد كده رحوا عملوا شركات اوفشور ورحوا جنوب افريقيا ورحوا الدول دي وعملوا شركات تانية كتير فهو هنا انت هتشوف الحالة الاقتصادية هنا مفيش رؤية خالص وإحنا كنا شايفين انحضار ازمة انابيب ازمة كهرباء ازمة بنزيم ازمة في سلع التامونية اه لا رحين في خراب مستعجل دي اتنين ازمة السياسية بقى شوفها على الرؤية السياسية مفيش رؤية سياسية والدليل الموضوع حتى اللي حصل فيه موضوع الاجتماع بتاع ساد النهضة على الهوى ده على الهوى دي ناس متخلفين عقلية متخلفين عقلية نعم متعرفش حتى وفي الاخر اقولك احنا تعمدنا تعمدت تفسد علاقتي بقرة بالكامل بقرة بالكامل وهد الدول وحاجات زي كده فانت معندكش رؤية سياسية وفي ذات الوقت تخبط رفع شعارات في الرؤية السياسية دينية يعني هو بيرفع شعار ديني كبير جدا وبتاعه والإسلام وفي النهاية اقولك اخي العزيز بيريز فكر الجواب ده انا بفكرك الله بفتكر معك على الهوى خلي باك انا بتكلم بتلقية مش محضر لا لا انا احنا 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 ات مش محتاج محضر فاحنا عاديين بنتذكرة وانت الاحداث دي اللي انا عصرناها كلنا صحيح يعني في جيل من الشباب ما شافش بالمناسبة للاسف لحسن حظه وللأسف في نفس الوقت للأسف لأنه انا ببقى خايف لحسنية ام العبس في دماغه ولحسن حظه انه ما شافش الايام السودة دي ولذلك احنا عاوزين نذكر دايما مهمة جدا للأجيال تفهم ما ما كان يجري انه صار حاجة صراحة كانت مأساة حقيقية مأساة بكل المقاييس انا اقول لك الحاجة انا بمرة اه رحت كلفت بعمل اه صحة فيه فروحت اعمل اه حوار مع القيادي اللي هو بيسموه قيادي جهادي كبير جدا اسمه احمد عشوش فهو طبع فهو رجل من تنظيم طلاع الفتح مؤسس السلافية الجهادية وهو بيقولك انا مؤسس اه المؤسس الحقيقي لما يسمى الطليعة المقاتلة في مصر طليعة المقاتلة طب ماشي يا سيدي فروحنا له اه وكان معان مصور بس اه وانا كنتك بينه وبينك في مغامرة سريعة مرتعب انه يكون شافني في التلفزيون اه فلو رحت هينفرد بي هناك وانا مش عارف فانا راح فين ففجئتنا داخل الى مقابر في قرية اسمها العوايد تبع البحير ما بين البحير اسكندرية ودخلونا اخدونا بعربية فور بيفور ودخلونا على المقابر جوه الموتى وهو عامل مكتب بداخل المقابر وسط المقابر مكتب فخر جدا ومكتبة وكلام زي كده ومعاه ابنه صغير بيتكلم انجلش امه من البوسنة معرفش كلام عربي وعادت معاه فالحمد لله ما كانش شافني هو في التلفزيون او ما عرفنيش يعني فالحمد لله فطبعا ففجأت معاه ناس كتيرة جدا وده داخل الوطالع فانا سألته سويل قلت له انت مين دول وانت ناوة اعملين قال لي انا لي في كل محافظة انا ازاي دول ولو تم عزل مرسي انا اعملها انا اولى على البلد تماما عملوا كده في الصعيد اعا يعني في الميني انا بديك مسأل بس وهذا الكلام مسجل صوتا وصورة اشتركوا بن